نروح بقى لأكاديميات الناد الأهلي معنا تقرير دلوقتي وكان لنا لقاءات في أكاديميات الناد الأهلي فرع مركز شباب الجزيرة اللي تم افتتاحه قريبا نروح نشوف التقرير ده ونروح لبعدها لفاصل وبعد الفاصل أستقبل ضيفي كابتن ياسر ريان والله احنا كنا عاملين دوري من اسبوعين وروفالبول نهارده كسب البطولة بقى أكتر نقط احنا بقلنا اسبوعين شغالين على الدوري وكان النهارده النهائي الحمد لله معنا مجموعة الشباب لعيبة كويسين أوي السنة دي في طفرة كويسة أوي في النشئين في الروفالبول وليفونتس وبتاع سمينا الفرق فكل كابتن فرقة بيسمي فرقته وبتاعه طبعا بنبدأ نشتغل مع الأولاد على كذا محور يعني أولا محور الأخلاق اننا احنا عاملين البطولة دي هي تنفسية بس احنا في الأول وفي الآخر احنا كلنا أهلي مع بعض بعلم الولد ان المكسب ليه فوايد والخسارة ليه فوايدها خسارة ده مش معنا يكون فيه طبعا عارك عارفة للسن اللي احنا بنتعامل معاه طبعا بيبدأ بقى زعل وزعلان من الخسارة أنا بنتفق ان احنا الخسارة دي بتخليني أستفاد ان انا حاول أعالج بعد كده بنشتغل مع الأولاد طبعا شغل معارات حركية السية ومن معارات الحركية السية بنبدأ ان احنا ندخل في معارات الكورة بنربط معارات حركية السية بمعارات الكورة بنقدر ان احنا نطلع لعيب محترم لعيب كورة كويس بنبدأ كمان نشتغل مع الولد ان احنا نحاول ان احنا نزرع فيه مبادئ النادي الأهلي السن الصغير ده أنت بتبدأي أو المدرب بيبدأ يعلم الولد استرامل الكرة إزاي استعابل الكرة إزاي التحرك إزاي فلازم نمرة واحد يحب بالولد فيه دي نمرة واحد يحب بالولد الولد حب المدرب هيقدر ينفذ أي حاجة المدرب يقول له عليها هو الصعبات اللي بتواجهني اللي أنا طبعاً بيجي لي ولد في البداية خالص فبيحاول على قد ما أقدر اللي أنا أخليه يوصل للمستوى اللي الولادة التانية موجودين فيه اللي هي الوعي التكتيك اللي كله بيجي لي مثلاً هو ركورة أحاولوا عرفوا مركزوا يلعب إيه ما يحاولش يسيب مكان ويروح مكان تاني هو ده اللي أنا بحاول على قد ما أقدر أشتغل على النقطة دي بعد كده الأداء الجماعي بيجي لوحده يعني الولد بياخد على الولاد في طريقة اللعب وكلهم بلعبوا زيباً فكرة كلها في السن نفسه السن نفسه بقى صعب شوية بيبقى عايزة قوي شوية في كلمة معاه فيه أولاد بيبقى مصعبين فيه أولاد تانية بيبقى لسه الموضوع بالنسبة لهم بيبقى صعب شوية فإحنا كده كده مداربين مثلاً بيبتدي ننزلهم تحت برضو شوية فيه ما هوية بتابقى موجودة بس في بعزة تنمى شوية في الأول بس هما فيه أولاد فيه معناصر كويسين جداً بالنسبة ل 2013 وبنسبة برضو 2012 والله النهاردة احنا قدرنا نستفيد من حراس أنا معايا مجموعة كبيرة معايا 12 حارس فقدرت أن أنا ننظمهم كفئات عمرية وكمستويات فيه عندي المتميز فيه عندي اللي هو النصر ونصر فيه عندي اللي هو اللي هو لسه بادئ فبالنسبة للدور الداخلي النهاردة أنا استفدت منه أنه هو صنف لي الحراس بتوعاتنا إحنا همزة الوصل ما بين أولياء الأمور وما بين المدربين يعني إحنا دايما بقى الاشتراكات معينا كل المعلومات بتبقى معينا بالنسبة الخاصة بالموعيد الملابس الاشتراكات كل الكلام ده بيكون معنا إحنا كل التنصيق بيبقى معنا إحنا من خلال الجوز الإداري إحنا الإدارين الموجودين فإحنا مسكين كل حاجة خاصة بالجالب الإداري في أولياء أمور طبعا مش يعني مهتمين بيقولك مثلا الإبني ملعيفش شوية أنا لا محتاج إبني يلعب أكتر محتاج كذا فإحنا طبعا بنحرص اللي إحنا هنوصل لأولياء الأمور الجانب إنه هو الجالب الفني يعني دي بتخصص المدرب ساعات في أولياء أمور بتصال إبني ملعيفش مثلا فترة لأ إبني كذا لا إحنا بنوصل له نفهم جريد ايه جريد بي جريد سي النادي برضو موفروا شوية حاجات برضو معنا كويسة جدا في زل برضو العدد الكبير ده طبعا الاختراط بيبقى موضوع صعب جدا بين يس درجة الحرارة قبل الوحدة قبل كل واحدة كل ولد بين يسوا درجة حرارة غير برضو موضوع الكحول وكلام ده كله يعني الحمد لله ربع مين يعني ايه يعني بنحال بخدمك اننا احنا نلم الدنيا عشان خاطر ما باش فيها المشاكل في حاجة موسيقى